اهلا بكم في الفقرة الرياضية التي تأتيكم مباشرة من قناة الجزائر الدولية والبداية من اليوروباليك تغلب منشيستر يونايتل انجليزي على مضيفه ريال سوسيداد الاسباني بهدف دون رد في ختام دور المجموعات من مسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم يوروباليك لكنه اكتفى بالوصفة في المجموعة السادسة وبعد ان كانت المنافسة مفتوحة على مصرعيها بين اربع فرق لحجز المركزين الاولين حسم فينورد الهولندي الصدار بفوزه على ضيفه لاتسيو الايطالي بهدف لسفر فيما كان المركز الثاني من نصيب ميتيلاند الدنماركي الفائز على ضيفه شتورمغراتس النمساوي بثنائية نظيفة علما ان جميع الفرق انهت الترتيب برصيد ثماني نقاط اعتقد انهم فعلوا كل شيء اليوم انهم رجال جيدون لقد فعلوا كل شيء لكسر قاع المباراة ونجحوا في الخسارة بهدف فقط وهنئهم على النصر نشعر دائما بخيبة امن في مانشستر يونايتد عندما لن نكون الرقم واحد لكن لدينا ايضا امر نجابي نعود به الى مانشستر كنا نعلم اننا يجب ان نلعب مباراة جادة حتى النهاية والضغط بالطريقة التي فعلنا لانه اذا لم نواجه الجودة التي يتمتع بها المنافس لكانوا قد وصلوا الى مناطقنا لقد شهدت العديد من المباريات لمانشستر يونايتد يلعب ضد فرق دفاعية وينتهي بهم الامر دائما بتسجيل الاداف وخلق الفرص كان لدي فكرة واضحة جدا عن هذه المباراة لكن الفضل يعود الى لاعبي فريقي لدي فريق رائع ومن اليوروباليك الى اخبار اللاعبين اعلن جيرارد بيكي رسميا يوم الخميس احتزاله كرة القدم وان مباراة غادي السبت في الدوري هي الاخيرة له في الكامت نو وعرض بيكي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمي على تويتر مشيرا فيه الى ان مواجهة الميريا القادمة في الجولة الثالثة عشر من الدولي الاسباني ستكون الاخيرة له في الكامت نو وذكر بيكي انه بعد موري 25 عاما عن التحاقه ببرشلونة حان الوقت لتوديع افضل ناد في العالم وانه لن يلعب لأي فريق اخر وشارك بيكي في 615 مباراة مع برشلونة واحرز 52 هدفا وساعد برشلونة في الفوز بثمانية القاب في الدوري الاسباني وسبعة القاب في كأس الملك والقاب اخرى كما ساعد بيكي منتخب بلاده في الفوز بكأس العالم 2010 وبطولة اوروبا 2012 اعتزال بيكي هو امر تحدثنا عنه قبل ثلاثة شهر وقبل ذلك وبكثافة اكبر نقشنا الفكرة معا لتقييم هذا الاحتمال ولكن ما حدث وبمعرفة حالته هو اننا قررنا ترك القرار النهائي لجيرارد بيكي لقد كان دائما مرجعا في عالم برشلونة ما قام به لا يضع الى اكبر عرس كروي في العالم كأس العالم التي ستقام في قطر اعلنت القمة العربية لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في الجزائر عن مساندتها لدولة قدر في احتضان نهائية كأس العالم وجاء في البيان الختامي للقمة اعلان الجزائر ان القادة العرب يساندون دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائية بطولة كأس العالم ويثقون ثقة ما في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهر العالمية ويرفضون حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها حملات تشويه وتشكيك المغرضة تتعرض لها دولة قطر القادة العرب في قمة الجزائر ينددون ويدعمون المونديال العربي مساندين في البيان الختامي للقمة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ودولته التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم الفين واثنين وعشرين مؤكد ناثقتهم المنقطعة النظير في السلطات القطرية وملاعبها حديثة نشأة في تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص دعمنا لدولة قطر الشقيقة وهي تتأهب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم والإشادة بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي وتقافته الزاخرة بالقيم النبيلة انتقادة بشأن طريقة تعاملها مع العمال المهاجرين وقضية المثليين والنساء فضلا عن تكييف الملاعب هي جملة من الاتهامات الفارغة التي روجت لها دول أجنبية هدفها تحطيم حلم قطري يمثل العالم العربي لكن أمير قطر لم يجعل بلده لقمة سائغة في أفواه الماكرين مؤكدا أن العالم سيشهد مونديالا يصر الناظرين منذ أن ننلا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد تسائل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير عجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه القمة العربية كان عنوانها لم الشمل العربي لمواجهة الأزمات بشتى أنواعها وفصولها والدعم المستمر لكل ما هو عربي عنوانه التميز الدعم العربي الواجب لمونديال قطر حمل في ثنايا صفحاته الرياضية اتفاقيات عديدة في مجالات مختلفة كان للجزائر جزء مهم منها فقبل الرياضة عمل جزائري قطري منح الحياة لمشروع اقتصادي يتمثل في مصنع للصلب والحديد تلاه اتفاق في المنظومة الصحية بإنشاء مستشفى سعته 400 سرير بشراكة جزائرية قطرية ألمانية كل هذه المشاريع الضخمة ما هي إلا انطلاقة نحو شراكة عربية كبرى ومستقبل لا تحده الحدود ودائما ما كأس العالم رحب رئيس الإكوادور كويرو راسو بكأس العالم لكرة القدم عند وصولها إلى القصر الرئاسي بالعاصمة كيتو في رغتها في 54 دولة قبل أن تحط الرحال في دولة قطر مضيفة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 وكرس الرئيس لاسو دقائقا من وقته للحديث عن منتخب بلاده الوطني الذي سيلعب المباراة الأولى لمونديال قطر ضد صاحب الأرض في العشرين من شهر نوفمبر موسيقى 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 إنه مصدر رضا عظيم أن تستضيف الإكوادور هذه الرحلة التي تعبر 54 دولة ضمنها الاثناثان والثلاثون دولة المشاركة في بطولة كأس العالم كأس الاتحاد الدولي لكرة القدم هي أكبر رمز للنصر وهي محجوزة فقط للفائز بملكة المنافسة الرياضية يشرفني أن أستقبل الكأس هنا لا شك لدي في أن بطولة كأس العالم لكرة القدم بجانب دورة الألعاب الأولمبية هي أعظم منافسة رياضية على وجه الكرة الأرضية نبقى دائما مع كأس العالم ومع تحضيرات المنتخبات المشاركة في أكبر عرس كوروي حيث يتوافق مونديال قطر 2022 مع مرور 20 عاما على آخر تتويج للبرازيل باللقب الذي تحمل الرقم القياسي في عدد المرات الفوزي به ويدخل حامل اللقب خلص مرات في المونديال كأحد أبرز المرشحين لرفع الكأس على الرغم من هيمنة المنتخبات الأوروبية على البطولة في آخر عقدين من الزمن وكانت البرازيل قد أقصيت في مونديال روسيا 2018 على يد بلجيكا في ربع النهائي سبق ذلك خسارة مونديلة من ألمانيا بنتيجة سبعة لواحد في نصف نهاء المونديال الذي استضافته على أرضها في 2014 في يوم عار للبرازيل بات يعرف بالمينيرازو منذ ذلك الحين وتظل الشكوك قائمة لدى الكثيرين حول ما إذا كانت البرازيل قادرة على التفوق على المنتخبات الأوروبية في قطر أو حتى على الجار الأرجنتيني الذي هزمهم على أرضهم في نهاء كوبا أمريكا العائمة الفائت لكن البرازيل ستحط هذه المرة في قطر مدججة بفريق يغص بأسماء مرعبة في الخط الأمامي بعد تصدرها تصفية قارة أمريكا الجنوبية دون أن تتلقى أي خسارة محققة 14 فوزا من أصل 17 مباراة الأمر ليس مهما بالنسبة لنا قد يقول بعضهم إنه قد مضى 20 عاما منذ آخر تتويج للبرازيل أدرك الأهمية التاريخية لكن كيف لذلك أن يساعد في العمل الذي نقوم به ما نتبع هو عملنا اليومي في تدريب اللاعبين ليكونوا بحالة جيدة بدنيا عملنا هو بناء تواصل وثيق ولعب مباراة جدية على مستوى حسن وذلك سيجعلنا نصل مستوى جيدا العوامل والأخرى مهمة لكنها خارجة عن إرادتنا ولا نملك العناصر اللازمة لإعطائك إجابة محددة ودائما مع تحضيرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم تعود غانا إلى نهاية كأس العالم بعد أن غابت عن نهاية روسيا 2018 وسيكون من الصعب على غانا وهي الأقل تصنيفا عالميا 61 من بين المنتخبات التي ستشارك في المونديال تريد تكرار مسئلتها التاريخية لما تأهلت إلى ربع نهاية كأس العالم 2010 لكن بطل إفريقيا أربع مرات سيحظى بفرصة الانتقام من الأورغواي لخروجهم المثير لجدل عام 2010 بركلة الترجيح عندما يواجه الفريق مرة أخرى فريق لويس سواريز في مباراته الأخيرة بالمجموعة الثامنة بعد مبارتين صعبتين ضد عملاق أوروبا البرتغال وكوريا الجنوبية أعتقد أن لدينا قدرة اجتياسي دور المجموعة فكل شيء ممكن خلال مجرى المباراة سنمر الخطوة بخطوة من الجيد أن تكون لدينا طموحات لكن علينا أن نحصل على كل مكونات ضرورية لتحقيق ذلك إذا أصبحنا منافسين ولدينا دهنية جيدة ونمرحوا على أرض الملعب فسنذهب بعيدا بالتأكيد مع أخبار المنتخبات دائما ما يدخل دائما المنتخب البلجيكي لكرة القدم أي بطولة كروية باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج بلاقبها لما يمتلكه من مواهب وأسماء لامعة لكنه في كل مرة يخرج بخفيحونين ويتعصر في الأمطار الأخيرة ليظل بلا لقب كبير وفي السنوات الأخيرة خسر منتخب بلجيكا مرتين أمام فرنسا الأولى في نصف نهاية كأس العالم 2018 بعد أن نجح الشياطين الحمر في إقصاء البرازيل والثانية في نصف نهاية دور الأمم الأوروبية نسخة 2021 رغم تقدمهم بهدفين من دون رد روبرتو مرتيناز هو الرجل الذي يتولى القيادة ويأمل في ابتداع السيغة الصحيحة لتلك الخطوة الإضافية أو خطوتين على منصة التتويج الإسباني البالغ من العمر 49 عاما نال إعجاب مسؤولي الاتحاد الملكي البلجيكي وجاء الإعلان عن تمديد عقده عام 2020 حتى انتهاء النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم وبالمجمل لقد قاد مرتيناز منتخب بلجيكا في 75 مباراة فاز في 55 وتعادل في 12 وخسر في 8 لقاءات فقط كأس العالمي هي بطولة خروج المغلوب وهذا يعني أنه لا يوجد مجال للخطأ إذلك كل شيء يدور حول الفوز أعتقد أننا نعمل الآن لفترة طاولة ست سنوات الفريق في نهاية الأربع أعوام سنوات بصفتك الفريق الأولى في العالم وبعد ذلك يمكنك العمل على الفلسفة التي تريد أن تلعب بها والطريقة التي تحصل بها على أفضل النتائج من اللاعبين الطريقة التي يرون بها أداء المنتخب البلجيكي أعتقد أنه عندما تشارك في بطولة كبرى فإن الأمر كله يتعلق بالفوز لا يوجد شيء يمكنك الحصول عليه من الخسارة في مرحلة خروج المغلوب ثم العودة إلى بلاته ومن أخبار المنتخبات التي تتأهب للمشاركة في كأس العالم قطر إلى الكرة الصفراء التينيس حقق اللاعب الأمريكي طومي بول المفاجأة وانتصر بمجموعتين مقابل مجموعتين على الإسباني المخضرم رفايل نادال في لقائهما أمسية أمس في العاصمة الفرنسية في الدور الثاني لبطولة باريس الأساتذة الأمريكي فاز بالمباراة في ساعتين وأربعة وثلاثين دقيقة بنتيجة ثلاثة ستة وسبعة ستة وستة واحد وتأهل بفضل هذا الفوز إلى الدور الثالث للبطولة ومع الكرة الصفراء دائما تأهل الإسباني كارلوس الكاراز لربع نهاية بطولة باريس بالماسترز بتغلبه على البلغاري غريغور ديمتروف الكاراز المصنف الأول عالميا فاز باللقاء بمجموعتين للا شيء بواقع ستة واحد وستة ثلاثة ومع بطولة باريس تينيس حقق الإطالي الشاب لورنزو موسيتي مفاجأة كبيرة في بطولة باريس المفتوحة عندما أقصى المصنف الثالث عالميا كاسبير روت في أول مباراة ثمني النهائي وجاء فوز ابن العسين ربعا بمجموعتين لواحدة خلال ساعتين وتسعة عشرة دقيقة ومن التينيس إلى الرياضات الميكانيكية أيام قليلة تفصيلنا عن انتهاء موسم سباقات الفورمولاوان لعام 2022 حيث يتبقى فقط سباقان هما البرازيل وأبو ظبي بالرغم من أن الهولندي ماكس فيرشتافن قد حصد لقب بطولة العالم للسائقين عن جدارة واستحقاق ومن أخبار الفورمولاوان نكون قد وصلنا إلى ختام الفقرة الرياضية